من خلال متابعيتك مبسوط متضايق شايف انو الدنيا بتتحسن شايف انو الدنيا وقفة في عهد مجلس جديد وجهاز فني جديد وفريق ترتيبه حاليا الـ 14 بـ 31 نقطة والله يشوف يعني انا هتكلم مش ككوتش يعني هتكلم كمشجع كمحب للنادي وده مش عايز استفيد فيك بزايد بقى وقول انا بحب النادي هي بقى palabras انا محبش الناس تعرف قدري ومقاضرين كواسجدا كجمهور النادي الاسمعيلي وانا الحمدلله فضل علي جمهور النادي الاسمعيلي واسمع عليها ولا زالت حية او ميتا اسمع عليها لها فضل كبير جدا عني حمزة زي ما مصر لها فضل كبير جدا علي حية او ميتا فمش هزايد يعني الاسمعيلي بدأ بداية كويسة Bonham ما تكلمش كناحية فنية. يعني مثلا ادارة جمعية عمية. جابت مجلس. تمام. المجلس بدأ قال لك انا مفيش فلوس. عليها تراكمات. عليها كذا كذا. فبدأ يبقى فيه بيع. قبل البيع طبعا كان فيه لجنة بالدير. باعوا باير المحمدي. باعوا سيرجي اكا. عشان يماشوا الامور. عشان لا يبقى فيه فلوس. بعد كده باعوا في يناير يوء نور للبنك الاهلي عشان لا يبقى فيه فلوس. عشان لا يبقى فيه فلوس. شيء جيد شيء كويس. طريقة من طرق توريد الاموال. خلاص. ما فيش اي مشكلة وبتاعها. بس انا لما بيع. انا ما عنديش فلوس. ده شيء كويس. بيع. ويكون البديل موجود. ويكون الفلوس الداخل بقى الفلوس دي عشان اعمل بها ايه تاني. واطور النادي ازاي. واجيب مين وحطي مين وكده يعني. ما احزنني ان مسلا لما اببص انا متابع الاحداث كويس جدا. سواء دوري مصري او النادي اسماعيلي. اه. ابص في في اللاعبين. الاقي مسلا. تنظيم اللاعبين ده. يعني مسلا. انا عندي. خمس لعبين مجمدين. اه. دي فلوس. زي مين? كريم عرفات مجمد. احمد محسن مجمد. محمد هاشم مجمد. ما بلعبش. ما بلعبوش. كده. محمد حسان مجمد. باسم مرسي مجمد وريجا وكده. انا عندي خمس لعبين. الخمس لعبين دول بملايين في النادي. اه. فبتشوف ان فيه طريقة انسب لاستغلالهم. انا مش بقول انهم وحشين فنيا. تمام. ولا وحشين اللي يصلحوا. لا 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 لا. انا بتكلم خمس لعبين موجودين داخل النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لا يستفاد منهم فنيا. اه. بل هم عقب على النادي وفلوس. اه. فايه الحل? ايه الانسب في التعامل. ايه. ادي واحدة. ايه الانسب في التعامل في الملف ده. ما نحاول لك. انا النهار ده مثلا عندي في 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 الجانب اليمين والجانب الشمال. الباكريات والباكليفت. عندي تسعة. نظبوط. كتير. اه. يعني مثلا عندي احمد محسن. اه. وع يلعب مساك. ما هو يلعب ليه. اه. عندي احمد محسن. اه. عندي تسوقي. اه. عندي عبد الكريم مصطفى. اه. عندي حاتم سكر. اه. اربعة بكليفت. اه. وفي الجانب اليمين. عندي عصام صبحي. اه. عند النجاز. عندي بايومي. اه. عندي ايريك تراوري. عندي فيه لعب كما. ايريك تراوري وبايومي بيلعبوش بكات يمين يعني. ما هو انتها دول بتستخدمهم. اه. في في اوقات كانوا بيلعبوا فيها يعني. ايريك اه. عندي ايريك على طول بيلعب في الاسماعية في الموسم ده. بس في المقدمة نص ملعب او مهاجم وهمي احيانا. اه. بايومي نص ملعب. اه. ما هو ساعات يلعب بك ريت. اه. انما عندي كريم عن رفاوت مجمد. اه. لا يمشي. وعندك احمد النجاز موقوف. ما هو توقف دلوقتي. اه. بالمناسبة. اه.